بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته دورة موهبة المستوى الثالث للصفوف ثالث متوسط والأول الثانوي مع الأستاذ زكيا الشعلة ومشرفة البرنامج الأستاذ ليلى السلطان هنا طبعا في هذا الدرس درس دسم نتعرف على مهارات خاصة في بعض المسائل في الكمي هنا في هذا السؤال التالي كيف نجد يوم بعد مرور عدد معلوم من الأيام أحيانا مثل هذا السؤال يذكر لنا إذا كان اليوم هو يوم الأحد بعد 355 يوم يكون متى يكون متى الآن لاحظوا انتبهوا الآن السؤال الآن قال لنا إذا كان اليوم هو يوم الأحد بعد 355 يكونوا متى احنا ذكرنا أن نروح نجيب أقرب مضاعف للعدد مين للعدد مين للعدد سبعة لماذا لأن الأسبوع كم يوم يا أولاد يا بنات الأسبوع كم يوم الأسبوع سبعة أيام صح الأسبوع سبعة أيام فإذا أروح أجيب أقرب مضاعف للعدد سبعة وآخذ الباقي هنا بعدد آخذ الباقي باقي القسمة آخذ الباقي وأحسب عدد الأيام يلا الحين يلا أوجود لي الناتج الآن أوجود لي الآن الناتج يلا قسمه الآن وأوجود لي الباقي قسمه وأوجود لي الباقي علشان أشوف كيف استعداد لكم يعني ما هي الإجابة يلا فكروا معي ما هي الإجابة هنا علشان حل هذه المسألة قلنا روح نوجد أقرب مضاعف للعدد سبعة أو أروح أقسم بالقسمة المطولة يا غفران يعني هنا أقول ثلاثمائة وخمسة وخمسين قسمة مين قسمة سبعة فيها يعني أقرب مضاعف فيها نقول خمسة خمسة ضرب سبعة خمسة وثلاثين وأقدر أيضا أحط صفر نقول ثلاثمائة وخمسين إذن أنقص إذا نقصنا بيطلع لنا الباقي كم يا غفران بيطلع الباقي خمسة إذن ما دام الباقي خمسة أروح أحسب خمسة أيام من بعد يوم الأحد يلا أحسبوا خمسة أيام من بعد يوم الأحد يصير الاثنين الثلاثة الأربعة الخميس الجمعة إذن الإجابة تكون فقرة مين فقرة دان يوم الجمعة بسيط خلاص إذن إذا قال لنا أوجد اليوم الذي بعد يوم كذا بعدد معين أروح أجيب الباقي وأحسب عدد الأيام طبعا إذا كانت الأيام قريبة مثلا قال لنا ثلاثة وأربعين بعد ثلاثة وأربعين يوم هنا ما تحتاجوا قسمة مرة مطولة أروح أجيب أقرب مضاعف للعدد سبعة مين أقرب مضاعف للعدد سبعة؟ هو مين؟ اثنين وأربعين الذي يقبل القسمة على سبعة أنقص إذن يطلع لنا الباقي كام واحد أو أقدر أروح بالقسمة المطولة أقول ثلاثة وأربعين إذن هنا العدد سبعة فيها ستة وأضربها بيطلع لنا الباقي كام واحد أنا أهم شي أروح أوجد الباقي واضح يا أولاد يا بنات أروح أوجد الباقي وأحسب إذن هذا السؤال دائما يتكرر في القدرات وفي موهبة يلا السؤال الثاني للأذكياء والمبدعين أمثالكم إيجاد قيمة خانة الأحاد للعدد اثنين أو ثلاثة طيب خلينا ناخد الآن قال لنا الآن الأس دائما خانة للأسس قصدي اثنين أس اثنين ما هو الأحاد بالنسبة لاثنين أس اثنين خلينا ناخد بالترتيب الآن بالترتيب الثنين أس واحد ما هو الأحاد بالنسبة إلى الثنين أس واحد كم قيمته أولاد كم قيمته ثلين أس واحد كم قيمته الثنين جميل يا سطان إذن الثنين والستثنين كم الجواب يصير الثنين والستثنين الجواب أربعة جميل الثنين والثلاثة كم الجواب يصير ثمانية جميل يا نور اثنين أس أربعة كم الجواب يصير الجواب ستة عشر جميل اثنين أس خمسة كم الجواب يصير اثنين وثلاثين حلو 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 اثنين وستة كم الجواب يصير أربعة وستين جميل جميل الآن يقول لي اذكر الآحد ما هو أحد اثنين أس واحد نلاحظ أحد اثنين صح ما هو أحد اثنين أس اثنين الجواب كم أربعة ما هو أحد ثمانية اثنين أس ثلاثة الجواب كم ثمانية ما هو أحد اثنين أس أربعة ما هو الجواب ستة صح بعدين يتكرر العدد يتكرر العدد يتكرر الأحاد اللي أحب تشوفوا الآن صار عندنا بعدين متكرر هنا اثنين وهنا كم أربعة إذن ما دام هو متكرر إذن متكرر الأحاد إذن يصير الآن عندنا كم آحاد بالنسبة للأسس الأساسي الثنين عندنا بس فقط أربع مرات إما يكون آحاد الثنين إذا كان فيه أسس أو آحاد أربعة أو آحاد ثمانية أو آحاد ستة حلو السؤال إذا بيجي إلينا جبلان ركزو السؤال إذا بيجي إلينا ما بيجي بلينا بهذا العدد 2.3-2.4 يقولي أوجد آحاد 2.35 يلا آحاد 2.35 كيف أنا أقدر وجده 32 عدد كبير حتى الآلة الحاسية ما توجدها 22 20 22 21 هذا الآن ما هو الآحاد نعرف الآحاد إما بيطلع اثنين ركزوا معاني أو يطلع أربعة أو يطلع ثمانية أو يطلع ستة فقط طيب أروح أقسم على مين أقسم على أربعة ليش لأن أنواع الآحاد بالنسبة للأساس الآخرين عندي أربعة أنواع ما دام عندي أربعة أنواع يعني نوع أروح أقسم على أربعة وأخذ الباقي أقسم على ويش على أربعة وأخذ الباقي وحط الباقي إذا كان الباقي واحد إذن صارت اثنين وسواحد إذا كان الباقي اثنين إذن اثنين وسثنين إذا كان الباقي ثلاثة إذن أحد ثمانية إذا كان الباقي صفر أو أربعة يعني يقبل القسمة نقول 2 أس أربعة يلا الآن نبغى 2 أس خمسة وثلاثين ما هو الآحد أروح أجيب الباقي أقسم على كم يا أولاد يا بنات أنتم الآن أقسم على كم أقسم على أربعة يلا الآن خمسة وثلاثين قسمة أربعة جيب أقرب مضاعف للعدد أربعة تقدر أقرب مضاعف أو أقسم أقرب مضاعف للعدد أربعة هو مين هو الثنين وثلاثين إذن الباقي كم طلع طلع ثلاثة إذن أحد هذا العدد أحد هذا العدد الثنين وثلاثين إذن كم أحد الجواب ثمانية حلو إذن كان الباقي صفر يعني الثنين وثلاثة إذن الباقي ثلاثة وهكذا إذن وجدنا الآحد ثمانية لأنه يريد الآحد ناخد الآن لو قال لنا يبغى ثلاثة للأساس الثنين وثلاثة نقسم على أربعة ما أنواع أحد الثلاثة نلاحظ أنواع أحد الثلاثة كالتالي إما ثلاثة وسواحد إما ثلاثة انتبهوا الآن ثلاثة أو يكون ثلاثة وساثنين تسعة أو يكون ثلاثة وسلاثة إذن سبعة أو يكون واحد أربعة أنواع إذن نصير ثلاثة وسواحد ثلاثة إذن الباقي هنا إذا كان الباقي إذا كان الباقي واحد إذا كان الباقي ثنين وإذا كان الباقي ثلاثة وإذا كان الباقي صفة نقسم على أربعة وناخد الباقي حلو يلا الآن نبغى الآن تحلوا لي هذه المسألة ثلين واسوا واحد وسبعين ما هو الأحد أروح أقسم على أربعة واخد الباقي يلا أبغاكم تحلوا الحين يلا ممتاز جميل الآن إيش أسوي أروح أقسم على أربعة جميل إذا واحد وسبعين قسمة أربعة فيها الجواب واحد ضرب أربعة الجواب أربعة الباقي ثلاثة صارت واحد وثلاثين فيها سبعة سبعة ضرب أربعة ثمانية وعشرين إذن الباقي كم الباقي ثلاثة إذن صارت المسألة ثلاثين وثلاثة إذن ما هو الأحد ما هو الأحد ثمانية جميل جميل أحسنتم الإجابة فقرى دان واضح لو جالينا أس عدد كبير يعني نعرف إذا كان الباقي صفر يكون العدد يعني أس أربعة يعني لو قال لنا مثلا يلا وجوده الآن ثلاثة أس أربعة واربعين يلا ثلاثة أس أربعة واربعين ما هو أحده طبعا الأحد ما يبغى القيمة يبغى أحد العدد ثلاثة أربعة واربعين يلا حلو هايلي أبغاكم تساوي بوزين اليوم يلا حلو هايلي يا أولاد يا بنا ترجمة نانسي قنقر 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 كم طلعت الجواب الآن يا أولاد يا بنات كم طلعت الجواب حلو لي هذا السؤال يا أولاد يا بنا حلو لي السؤال هذا يا أولاد يا بنا الإجابة يا السلام عليك يا سطام ممتاز يا محمد العيسى جميل يا نور السلمان رائع هنا عدد خلينا الآن اشتركوا في القناة